ما فتى رسامو الكاريكاتور الإسرائيليون يظهرون بني جانتس بصورة ساذج أو أبله وفي أفضل حالاته يكون عروسا بفستان أبيض يجلس بجانب ناتنياهو ولا يختلف عنهم في ذلك كتاب الأعمدة والمقالات فهم يتعاملون مع جانتس على أنه سلعة اشتراها ناتنياهو بثمن بخص تصريحات قادة حزب كحولفان بشأن عجزهم عن إيقاف قرار ضم الضفط وبأن صاحب القرار هو ناتنياهو أثار شجون المحللين مرة أخرى فهو سيد البيت بينما جانتس هو خادمه وفي النهاية لا يعول أحد على أن يكون جانتس صاحب القرار ولم يكد يمر 11 يوما على تأليف حكومة ناتنياهو جانتس حتى استنكف الأخير وعزف عن حضور الشماع مقرر سلفا لأن الوزيرة الليكودية ماريري جيف قالت لصحافة جانتس لا يملك شخصية تليق برئيس وزراء فهو لم ينضج بعد الوزير الصهيوني أفكدور لبرمن توقع انهيار حكومة ناتنياهو جانتس قبل أن تكمل عامها الأول ولا يتوقع آخرون أن تصمد لتطفئ شمعتها الأولى حلفاء جانتس السابقون من أنثال مشي علون ويئير لبيد ومؤسس حزبي كحلفان الذين انشقوا عنه من فكوا يهاجمونه لأنهم يعتبرون الحكومة إنقاذا لنتنياهو من تهب الفساد ويدعون لإسقاطها ويبدو أكثر من أي وقت مضى أن الحالة في إسرائيل هي من الحال في أمريكا فكلما ترنح ترامب ترنح ناتنياهو وإن سقطت عربة ترامب فستسحب معها خيولة الأبيب إلى القاع ترجمة نانسي قنقر